الحال، حال حسناً، أنا قد أطولوا الأسئلة بطاقتكم الأسئلة مجد أكثر تتوقع شكراً يقفوا عليها هذه الأسئلة أظنوا بعد أن أتبعوا الأسئلة أتبعوا بالمهتمين والمعارضة على الإنسان والممجرح التعاوني والكيد أشكركم في هذا كل هذا حالاً، أنا كنت انا أقوم بأمور السفرية و أبداً، أن poopارات عن قدارات بما أن الأسئلة أتبع من فتح أن تنظر هنبوز كده الوقت مع بعض هننزل الفيديو بتاع كيوان ايه نخلصه وبعد كده ايه الفيديو هتكمل عادي وانا برد من الاسئلة بتاعتكم هجيلي افكار ان انا عمل بيها فيديوز تانية مكتبه في سلسلة ابدأ او مكتبه في فلوج عادي ففيه حاجات ممكن اجاوب عليها بسرعة جدا ولكن هبعمل عليها فيديو تاني بعدين فانا حاول مش بسرعة عشان الفيديو ده ما ما يطولش فحاول اجاوب على قد ما اقدر في الوقت اللي موجود دلوقتي كفاية كلام اه وبالمناسبة نزلت ثلاث صور بجتاد على الانستجرام فشوفوهم وقولولي رأيكم دي كانت من السفرية بتاعة الجونة نزلت ثلاث صور منها دلوقتي فاول سؤال هيبقى اجابة لكل الاسئلة المتشابهة ببعض اسئلة زي هوا انت مقضيها كده انت بتجيب فلوس منين هوا انت عيلتك غنية هوا انت فريلانسر هوا انت زي بتشتغل فكل الاسئلة عليها علاقة بالشغل هوا اجاوب عليها دلوقتي لحد وانا بتخرج من مدرسة انا ما كتش عارف انا اشتغل في ايه ولا كتش عارف اعارف ادريس ايه ولا كلام ده كله انا كتش عارفوا من اهلي عايزيني اشتغل مهندس وعفا بديل اسم مدرس فهندس ايه بقى في الهداث الكليات اللي ممكن اخش فيها فدولة كنت داخل جامعة امرجية فالكتش موجودة اكتش حاجة اللي كتش حاسس ان ان انا ساعتها عايزة اخشها هي كتكلية ميكانيكا ودخلت كليات ميكانيكا وعدت فيها سنة تقريبا وفشلت فشل زريع طريقت ان انا عايزة اغير من هندسة ميكانيكا لأي حاجة بره هندسة اساسا لحاصل بقى عادت فتحت الوابساتي بتاع الجامعة عادت اشوف في كل كليات اللي موجودة اللي ممكن اخشها اول حاجة كانت موجودة كانت مكتوبة اركتكتش انا تبدأ بالاية فكانت مكتوبة اركتكتش انجينيرنج ميجر طيب انا ما اعرفش اي حاجة عن الموضوع ده خالص كانت تقول لي لسه فتحة في الجامعة كش لسه كش بقالها خالق لان انا تريبا او دوفعة او دوفعة او دوفعة عادت مع واحدة في الجامعة اسمها مالك عادت تشرح لي كل حاجة ليه علاقة بدأت احس ان انا بريليت لها اكتر مبدئيا هي كلها فن فيها كل الحاجات دي انا بحب اعملها تاني حاجة هي هندسة فبالتالي هاردي اهلي في نفس الوقت فامهم خدت القرار وكملت في الموضوع ده عادت في الجامعة سبع سنين ونوص عادت سبع سنين ونوص مش عشان انا كنت بسقط لأ عشان كنت باخد مواد قليلة في الجامعة عشان اعرف افضي وقت في يومي ان انا اشترك فيه في كل الانشاطة الموجودة مناحية التصوير dezain سفر فلكلور مصري كنت بتعلم فلكلور مصري غنى كل الكلام ده كنت بعمله في الوقت الفاضي اللي مكشوف اخد فيه الكورسوت فبالتالي انا جيت اتخرجت من الجامعة اتخرجت معي من هندسة بلاس الوخاتة من الدزاين انا كنت باعو الدزاين مجلات في الجامعة كنت في كازا مجلة كنت بعملهم بتاعتهم كنت بعد اصور كنت في فاشن اه في الجامعة فكنت بعض اصور بنعمل كلام ده كله فكنت بنعمل فيديو قادة انكمات فكنت بصور فيديوز وبعمل لها المونتاج بتاعها انا طالع من الجامعة قرية دي عندي الخبرة بتاعت والتصوير انا كنت كل انا شايفه ان التصوير والديزين ده كل هتبقى موهبة او 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 حاجة بعملها على جنب فبالتالي انا اشتغلت في هندسة لمدة سنة او تسع شهور تقريبا كنت باخد الف جنيه في الشهر وفيش مشكلة الشغلانة اللي بعديها قال لي بقى بص عشان انت متخرج من الجامعة امريكاية وبتاع فانا هنديك الف ونص قلت له اوكي انا مش عارف انا طلع انا متخرج اصلا مخدود ايه 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 اصلا الفلوس دي ان الناس وعدونا بفلوس تيرة جدا او من اتخرج ما علينا اشتغلت ما استفتش اي حاجة مشتغلنا انا كنت فيها فكان عندي وقت كتير اوي فاضي في المكتب فهنا بقى بدأت نقطة التحول ان انا بدأ بدل ما كنت مهندس بدأت حاجة مع شركة تانيين وبدأت في نفس الوقت ان انا اشتغل على ميكروفونك اللي هي الشركة بتاعتي في نفس الوقت فاخر الفين وتلاتاشر بعد شهور يعني حصل مشاكل بيني وبين الشركة بتاع شركة الصفر فبتلعت من الموضوع ده وبدأت ان انا اختار ان انا ركز في ميكروفونك انا خدت من اهلي عشين الف جنيه عشين الف جنيه دي هي اللي بنيت بيها كل حياتي اللي جاية كل اللي حتطف شركة السياحة او ما مشيت منهم خدت العشين الف بتاعتي حطيتها في ميكروفونك اشجرت بيها المكتب تفعت بيها مرتبات وبالشركة دي قدرت انا انا اعوض العشين الف ومهم الدنيا مشي بعد كده انا بسافر ازاي وبجيبي الفلوس ازاي انا عشان بعرف ااخد اجازات بسافر عاداتا بسافر في الويك انز اكتر باستغل الاجازات اللي موجودة لو في اعياد او حاجة باستغل لها وبسافر ممكن ااخد خميس اجازة فسافر خميس جمعة سبت احمد بيضة دهب ولا السخنة دلوقتي السخنة زمان كندهب ماهر بيقول انا بين نارين وعاوز اقضيها خروجات وفسح وصفر وعاوز اشوف مستقبلي ومش عارف ايه وكان بيسأل ان يعني قبلها انا ازاي بعمل الكلام ده كله انا بس مبدئيا انا بنظم وقتي جدا وبحوش جدا مش بخيل بس بحوش الفلوس اللي ده خلالي بحوش منها جزء وبصرف منها جزء فلوسي اللي بحوشها ما باعدش اشتري بها بقى ساعات وهدوم واعد اخرج واصرف فلوسي كلها في الاكل والشرب وما عرفش ايه واشتري حاجة كتير انا فلوسي كلها اللي بتبقى معي بصرفها في حاجتين يا بصرفها في المعدات بشتري الكاميرا والمايك واشتري مثلا لايتينج واي حاجة اللي علاقة بالتصوير والجزء التاني بصرفه على الصفر كله انا انا عايش عشان اسفر انا بحب الصفر جدا فانت لو بين نارين نظم وقتك حوش فلوسك بس طيب سؤال التاني ايه معلم الاسم ده امت هتسافر مع اسامة وسمير قريب قطلوا نمت بتساعتك دي وقالوا نحنا جهزين عمر عبدالعزيز الكاميرات اللي بتستخدمها بستخدم 70D وعندي جو برو 4 واشتريت كاميرا جديدة عاملها انبوكسنج بعد مرجع من الصفر استنوا الموضوع ده ووبل موبايل طبع ابراهيم احمد بحبك محسن انا كمان باقمت فيك عايز ابدأ فلوكس تفضل اني اي كاميرا ابدأ باي كاميرا مشكلة الفلوكس مش في الكاميرات او مشكلة اي حاجة ان انت تتبدأ الكاميرا عمرها ما هتبقى عاقب ان انت مت متصورش عندك الموبايل بتاعك ممكن تصور بيه عادي جدا عندك الكاميرا بتاعة اللابتوب او الكوبيتر بتاعك ممكن تصور بيه عادي جدا فما لكش عندكش حاجة ابدأ بس وخلاص وفي فيديو هعمله مع يوتيوبر تاني قريب ان شاء الله عن ازاي بقى تبدأ الفلوكس دي فاستنوا الفيديو ده قريب هيجبكم محمد زيزو انت مرتب بتاعك كاميرا ما باخدش مرتب نور صلاح ايه المكان اللي روحته حسيت ان هو مختلف عن اي مكان الحمام ايه الرسالة اللي حابب توصلها من الفلوكس حاجتين واحدة ليه هي ان انا عايزة تفرج على الفلوكس دي وانا التماني سانة ان هو ده او الحاجة اللي بطلع منها الطاقة الوحيدة وانا عايزة تماني سانة وانا نفسي مش عايزة تحرك هي دي الحاجة اللي عايزة تفرج عليها وبالنسبة للرسالة اللي عايزة ابينها هي ان انا اشجع الناس ان هي تبدأ اشجع الناس انها تتحرك ابيان الناس انا ممكن اسافر وممكن اشتغل وممكن اتجوز وممكن يكون اللي عندي الحاجات دي كلها واعرف اعمل الحاجات دي كلها فانتو تقدر تعمل الكلام ده كله فابدأ مش لازم اكون بقول في الفيديو اعمل كزا وحوش فلوسك وسافر واخد ده اعنا عايزكم تشوفوا انا بعمل ايه ومنها تقدروا اللي مش متشجع يعني ان هو يتشجع ويبدأ اعمل الحاجات دي بقى يحوش فلوسه يختار الشغلين اللي عايزة يعملها هيبدأ الشركة بتاعته عشان يعرفي حقق حلمه بعدين دي الرسالة انا اريز اعرابينها يوسف عادل اول فلوك عملته عملته وانت حابب ده ولا عشان فكرة جديدة وحبيت تجرب انا اول فلوك عملته انا ما افتكرش امتى انا كنت بفلوج من وانا في المجرسة اساسا عندي اصلا فيديوس كتيرة جد من وانا في المجرسة وانا بصورها وانا بصور يومي من اول واخره بس انا ما كنتش اعرف ان ممكن الفيديوز دي احطها على يوتيوب فانقليه امتى بقى بدأت بدأت لما عرفت ان انا ممكن استفيد بالفيديوز اللي انا بصورها او ما انا حطيت اللينك بين ان فيديوز اللي انا بصورها ممكن ناس تانية تشوفها تروي يوتيوب فهدي كتت الفكرة انا خلتني اروح على يوتيوب على طول ايه خلتك له الاسئلة دي ما هي البلد التي زورتها ولسه بتخطط زيارتها زورت بلاد كتير قوي الحمد لله تقريبا يعني قفلت أوروبا زورت بلاد في أفريقيا وغطان العربي مافيش بلد بحب روحها مرتين أنا في بلاد روحتها كازا مرر بس أنا بحب دائما كل سفرية بقى فيها بلاد كتير جديدة زي مثلا فيديوز القديمة ما روحت ألبانيا ومسيدونيا في الفلوكس برضو جوزت إمتى سنة الفاتت لم تكملتش في هندسة وكان ممكن تبني الكرير بتاع جنب شغلة آه كان ممكن أبني الكرير بتاع جنب شغلي بس أنا ما كنتش حابب بأن أنا أبقى في هندسة هندسة كنت أبقى فيها في حالة واحدة بس هي لو أنا عندي شركة بتاعتي كمهندس لكن أنا بشوف بالنسبة لأن هذا ده رأيي الشخصي أن أنا كمهندس معماري عشان أبقى حاجة كبيرة لازم أبدأ صغير جدا واخ مرتب وليل جدا وأنا بشوف أن أول عشرة السنين بعد التخرج دي هي اللي عندك الطاقة كلها اللي ممكن تعمل بها أي حاجة فإن أنا يتدس علي في أول عشرة السنين دول بالنسبة لي دي كت مشكلة فأنا كنت حابب أن أعمل حاجة بتاعتي عشان أعرف حطي الطاقة بتاعت كلها وكبرها وبعد كده أبأ أخذ راحتي في أي كرار أنا عايز وأنا متطمر إيه أكتر موقف حسيت فيه بالفشل مش عارف مش فكر لما تقليش أنا حسيت عملي بالفشل بلي كده فأنا دايما بشوف أن الفشل ده جزء أو خطوة من النجاح مش أي كلام والله بقوله بس فعلا أسأل لو فشلت في حاجة معنا كده أنت معرفش تعملها فأنت طلعت من الموضوع عرفت أن هي ما بستعملش بالطريقة دي هي بتعمل بطريقة تانية فأنا حاس أن أنا أتعلم مش مش بخسر حاجة بالعكس لكن لو عادت أشوفها أن لأ ده فشل وأنا فشل وإزاي ولا أزم أموت نفسي ما أنا كده مش هنجح دخلت الجيش لأ ما دخلش الجيش مين أكتر الفلوجرز اللي كانوا متجاوبين معاك ومتوضعين كريم السيد طبعاً ومين اللي حسيت منه بالتكبر حازم الصديق بس بعد ما قابلت وغيرت رأيه محمد كي أتش أقدر أبدأ السارتب بألفين جنيه أنت تقدر تبدأ السارتب بمتين جنيه كمان نور هشام إزاي قدر أطور الفلوجز بتاعتي وقضي على الأوفر تينكينج في أي حاجة أنا بعملها أن هو بيفكر بزيادة قبل ما يخط أي خطوة بزيادة تقدر تقضي على الموضوع ده أن أنت تبدأ أسأل حاجة أي حاجة بتلاقي نفسك أن أنت بتفكر فيها كتير ابدأ فيها لو جات غلط أديك عرفت أن هي غلط لو جات صح أديك أنت ماشي في الطريق الصح بزيادة وأنت صغير اغلط زي ما أنت عايز الغلط بتبقى مشكلة لما تبقى 40, 50, 60 سنة ساعتها الغلطة ممكن تدايق يعني لكن وأنت صغير عادي عبير علام مين أكتر فلوجر بتهتم تتابعه غير كريم السيد مين كريم السيد أصلا شعيف إيه أكتر دولة استمتعت بها في الصفر تشيك وأسبانيا برشلونك بالتحديد يوسف جمال إزاي قدر أسافر أتعلم بره فيه فيديو عملته مع قدها هامشاري بيتكلم على بوينس ممكن تعملها وإن أنت تقدر تقدم في حاجات بره مصر وتسافر هحاول أحطها هنا في اللينكس هنا ولو ما قلقتش الإجابة موجودة روح على قدم هامشاري عنده على البيتش بتاعته هتلاقي فيه إجابات كتيرة أول كل حاجة لعلاقة بالصفر محمد أم في وي تي راجل أبعم فيلوجز يا جماعة بيسأل أنت بجيبي المزيكة منين من غير المشاكب التي تحقق طبعه والنشر دي سر المهنة بس هاولك عليها ببعت للناس لأنني بأخذ بينها المزيكة بس أسألهم الأول اللي هممكن أخذ المزيكة بتاعته على اليوتيوب عندي فاللي بيقول أه بأخذ مزيكته هل لو جات لك فرصة تعيش في أوروبا أو أمريكا تروح؟ وش ليه؟ عشان أي حاجة فيها سفر هتلاقيني فيها أنا باعش على السفر ده رقم واحد ده رقم اثنين أنا شايف أن أنا ممكن أكبر وتحسن واركز في شغلي أكتر بكتير من وانا برا مصر في بلاد متقدمة مش برا مصر خلاص أن في بلاد جميع برا مصر متعبنة جداً لأن هي بتشيمل عليا الضغط بتاع الحاجات الملغاش لازمة في حياتي زي ايه مثلا زي الزحمة زي أن أنا أعود ساعتين في الطريق زي الدوشة اللي في الشارع زي المسلا الوساخة اللي في الشارع الحاجات دي كلها أنا مش عاز أشوفها أو مش عاز أحس بيها لما تشيل كل الحاجات دي من تفكيرك ومن عينك هتتلاقي نفسك بتاع تركز في حاجات انت بتحبها بس برا مصر أنا حب أنزل أتماشى في الشارع ما أباخدش مواصلات خاضص حب أتماشى أروح إلى المشوار ماشي أحض بقى في الجنينة بتاع لك هتلاقي ناس رامي أكل في الجنينة هتلاقي الراجل بتاع الجنينة رشش الدنيا مية هتلاقي اضاف وضع في الجنينة هتلاقي بس حاجات هتشلك عندك كم سنة تلاتين اي عبدالجوادي في هادا تقول لو انت عندك فرصة نكسافر حتى برا مصر ليه وفين وإزاي ومش معنى ألمانيا دي أكتر بلد أنا شايف أن أنا ممكن أحابب أعيش فيها ليه لأن هي في نص أوروبا جنبها بولندا فرنسا تشيك جنبها بلد كتير جدا ملتي كالشوري جدا فيها ناس من جميع أنحاء العالم ناس دماغها عالية جدا وبتركز شف تفاصيل خالص عكس بلد كتير برضو في أوروبا مشكلتها الوحيدة اللغة بس اللغة سهلة ممكن تتعلمها عادي ومشكلتها التانية هي ما عندهش بحر ودي مأساة برضو وفلوسة كتير مين أول حد شجعك تعمل فلوجز محمود نبيل صحبي حسيت إمت عندك شغب في موضوع التصوير وأنا عندي أربع سنين لما كان عندي كاميرا قديمة كده بس كبيرة خطيرة بفيلم كده اللي هي عمر الهندوم ليه مش بتفرج على الفلوجز بتاعتي عشان انت مش حاطيتني في الفيديو بتاعك بتاع أحسن فلوجرس في مصر فأنا مقضعك السؤال هلو اظهر ليه؟ أم عنديش رقم كبير اول سبسكريبلiso الموجودين فأنا مش عايز يتخش يشوف ان عندي رقم واشايفو مش كبير بالنسبة له فيمشي انا مش عايزو يحكم علي بعدد السبسكريبلiso الموجودين بالعكس لأنا عايزو يخش فرج على الفيديوز الموجودة ومن خلالها يحكم لو امم وعد فملج الإقصد الي وطرق او لأ لكنها أحطيت الرقم وانا عندي مثلا مسلا 10 سبسكريبل siamoمكن نشي ممكن من عدي addressing things are best translated follow بعد كده بقى لو في رقم كبير ساعتها اه ممكن هكون حابب ان احط الرقم بتاعي لان هو ده هيزود السكة بتاعت الفيديوز بتاعتي قدامنا رقم كبير كده قولوا يا رب عمر مرزوق ووليد ومحمد سمير بيسألوا ان انا كنت قلت في فيديو مع حزم صديق ان انا كنت عايز اوقف شغل وانا عندي 35 سنة انا هقول باختصار ان ده فيديو مهم عايز اعمل له فيديو الواحد و هو ان انا شايف ان انا حياتي مش عايز هتبقى في شغل مش عايزها بقى اشتغل طول عمري لا بلعكس انا مش عايزة بتعدي 50 سنة وقاعد لسه بقى مستني مرتب بي تعي عشان اصرفه بالعكس انا عايز وانا اوصل السن معين عايز انسى كل حتة الفلوس مش عايز وانا عندي الصحة ويكون عندي فلوس عشان اعرف عمل läuft العالم كله زي ان انا سافر ورف العالم كله عايز في العالم كله اساعد ناس محتاجة مساعدة في العالم كله ناس اللي مش لكي تاكل وتشرب والناس اللي محتاجة التعليم وانا حابب ان انا اقضي وقت كله من عمري ان انا ق بساعد الناس وبالف العالم وتعرف عناس جديدة فعشان اعمل كده مش هانف اعمل كده وانا عندي 70 سنة مش هعرف هعرف عامل كده وانا عندي 30 او 40 سنة فإيه الحل ان انا عمل كده ان انا لازم اوقف شغل وانا عندي 35 سنة اعمل كده ازاي? هقولوكم في الفيديو اللي هعملو عن عن موضوع 35 سنة امر قاسم هل ناويت تقعد في مصر طول حياتك؟ لا مش ناويت في مصر طول حياتي الحاجة الوحيدة بس المخلية هي ناويت في مصر اهلي صحابي والناس اللي عايز تشوفني سيف شريف ازاي تبقى كريتيف عموما وازاي تبقى كريتيف في الفيديوز بتاعت يوتيوب اسأل حاجة انك تبقى كريتيف ان انت تشوف الناس كريتيف تشوفو بيبقى ازاي بيبدع في الشغل بتاعو ازاي بيقدت ازاي بيصور فكر وماشي عامل ازاي تفرج على الناس كلها هو كتاب مفتوح اتعلق من الناس دي كلها وبالتالي هتبقى انسبايل وتعرف تعمل حاجة نفسك ايه اللي احب اعملها احب العمازيكة احب اغني احب اسافر احب اصور يوسف انت يوم عد ميلادك نفس يوم عد ميلادي عشرة تسعة لان عد ميلادي ربعة تمانية اوش عشرة تسعة انا بورج الاسد ريهام حمزة تسر ايه البروجنو اللي استخدمه للأدلتج ادوبي بريمير محمد علي هالفكرت تهاجة برا مصر طبعا انيسة بي والمسج بتاعتك خطيرة رهيبة لتمرات الترجمهال المكتوب بالفرنش برد عليكي بشكرك على المسجز بزعتك بشكرك على تشجيعك بشكرك على افكارك اللي بترهيلي على الفيديو هبا محمود تسأل تلفت كام الرحلة بتاعت النوبة الراجل بتاع النوبة اسمه اسلام مكنش عايز اصلا فلوس خلص في احنا جمعنا رقم ودناهوله بس هون مقالش على سعر معين وهل روحت الفيوم روحت الفيوم وعملت فلوغ في الفيوم هقول حطوا برضو اللينك بتاعه هنا الفلوغ ده حلو جدا مفيش ناس كير قوي شافيته بس بلوغ ده انا بحبه قبل بتاع الفيوم ده الزر زر فريلانسر هل ممكن يكون مصدر دخل اساسي ولا مرحله هتعدي فريلانسنج طبعا مصدر دخل اساسي انا عرف ناس صحابي فريلانسرز اونلاين كمان مش في مصر الناس بيتبعت لهم شغل من بره بيعملوا الشغل بتاعهم وهم قصلا عادين بيسافروا يلفوا العالم وعايشين في كل حتة في العالم هورنت برازيل بعد كزا سؤال حكمة تؤمن بيها ابدأ 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 لون تحبه اسود بلد نفسك تروح لها امريكا دي اول حاجة عايز اروحها وظيفة تتمنى انك متتوظفش فيها اي وظيفة مش عايز اتوظف اي وظيفة ان يبقى عندك الشركة بتاعتك وحاكتك دي مفيش احسن منها في العالم مواقف متحبش تشوفه قدامك في العيد الاضحى حبش تشوف الدبح خالص يعني عدت خمساش سنة ما شوفش حد دلوقتي ما بشوفهاش صفة تكرهها وما تحبهاش تكون باي انسان منافق مكان يعجبك كتير وتحبه تروح له دايما احب اقعد مثلا جانب بذات لو انا برا مصر انا اقعد مثلا يكون فيه نهر نهر دي بيبقى نهر وجانبه جنين كده احب اقعد في الحاجات دي جدا احب اقعد في الحاجات اللي هي فيها طبيعة قوي احمد بيسأل المصاعب والمطباط اللي قبلتك في كلية هندسة الماث وفيزيكس وفيه كورس اسمه ده اعتم كل دول اعتم تلاتة اربع مرات مكتب مأساة في حياتي هو ده اصلا سبب اللي خلينا اسيب هندسة ميكانيكا وابقى اي قسم هندسة اللي هو فرصة في الشغل وتسفر بره وفلوسك كتير او حلوة بس احمد هي مش بالكلية ابدا هي بيك انت شخصيا ممكن تبقى في اقل كلية لها شغل اقل كلية لها فرص شغل وتبقى احسن واحد في مصر ان هي بالشخص مش بالكلية ابدا الناس بتقول ان هندسة والدكتورة مسلا هي اعلى حاجات لا انا نجحت في حاجة مش هندسة وانا نجحت اكتر ما كنت هيبقى مهندس طيب انا عشان ما طولش فانا هوقف اسئلة هنا دولة انا عندي كم كزا فكرة بان انا اعملها كفيديو فعايزكم في التعليقات تقولولي ايه اللي تختارون من الحاجات اللي هقولها دلوقتي اول حاجة الفيديو بتاع اه ازاي انا واخي القرار ان انا وانا انا عندي 35 سنة اوقف شغل تماما ولا ازاي تخطط تعمل شركة من وانت في الجامعة او من وانت في الجامعة ايه الخطوات اللي تعملها وايه الحاجات اللي تبقى عارفينها قبل ما تتخرجوا ازاي تختار الكلية بتاعتك من وانت في المدرسة متنسوش جنب كل كومنت تكتبوه تكتبولي عندوك كام سنة حابي بعرف الرقم ده عشان نعرف السؤال بيبقى جاي من حد عندو سبعين سنة وانت جاي من حد عندو 12 سنة ولا عايزيني اتكلم عن الجوه شنطة الفلوجز تاعت كل الكاميرات الانواعها اللابتوب اللي معي كل الاجهزة اللي معي اللي بتساعدني انا اعمل الفلوجز ممكن اعمل فيديو عن الموضوع ده كله اختاروا الموضوع اللي انتو عايزين تتكلمو فيه واقولهولي في الكومنس على طول بعد السفرية بتاعت غرداء مكادي ده هنزل فيديو عن الانبوكسين بتاع الكاميرا جديدة اللي جبتها فاستنوا الموضوع ده رب بس ماكنش طولتوا عليكم ان انا عارف الفيديو ممكنكم طول ما تتسوش يا جماعة ان الدعم الوحيد اللي بيجيلي بيجي من خلالكم فالشير والمانشن للناس اللي هتهتم بالكلام اللي انا بيقوله هو ده الدعم كله انا محتاجه فالو انتو فعلا اعجبكم المحتوى زي ما انتو بتقولولي في الكومنس اعمل حتى ان شاء الله شير مرة في الاسبوع الفيديوز من الفيديوز بتاعتي عشان فعلا هو ده الدعم اللي انا بيحتاجه ان المحتوى بتاعي يوصل للناس كلها اصعب حاجة لأي يوتيوبر للسبب طيب قبل ما انهي الفيديو بجد بشكركم على تشجيعكم وحسيت فعلا ان انا مش الواحدي على يوتيوب الاول مرة بحس ان انا فعلا في حد حقيقي بيتعامل معاه مش مجرد ان انا بعمل فيديوز وعمل لها ابلود اكتبوا اللي عندوك اسئلة تانية اكتبوها وانا حاول اجمع اسئلة وعملها في فيديو تاني قريب شكرا جدا شوفكم في فيديو الجاي دعم